الأخت التي سألت عن فقدها لولدها وعن حرمانها من إنجاب ابنتها أقول لها أخت الكريمة قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوا أَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجُعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ وَالْمُهْتَدُونَ وَأُذَكِّرُكَ أَيَّتُهَا السَّيِّدَةُ الْفَاضِلَةُ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاءا قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وأبشرك أيضا بحديث رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثم أنا أذكرك بمصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم وأكبر مصاب فمن تذكر مصابه بموت رسول الله هان عليه كل مصاب وخفت عليه كل مصيبة كما قال أنس ردوان الله عليه كل مصيبة أو كما قالت المرأة الدينارية التقية كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ففيها بإذن الله الفرج وأسأل الله أن أفرج الكربى وأن أكشف الهم ترجمة نانسي قنقر